السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عزائي طالبات وطالبات الصف الثالث السنوي. مرحبا بكم في حلقة جديدة. هو معكم مصر صبر ياسين. وهذه قناة سبيشال يوستيوب. قناة الشباب المتميز. الحلقة دي ان شاء الله هنشتغل مع بعض. حل تمارين. آآ بقيت تمارين الفوكاب من كتاب ماي نيو فرند المراجعة العام والنهائية العام عشرين اتنو وعشرين آآ ياريت على ما يخلص الانترو تضغط لايك للفيديو وتشاري الفيديو مع زمالك على اي وسيلة من وصل التواصل الاجتماعي. ولو دي اول مرة تشوف القناة يسعدني ويشرفني اشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس عشان توصلك اشعارات بباقي لحلقات الجاية ان شاء الله. ولو قدرت تدعم القناة بتحويل مبلغ على رقم فدافون كاش اي مبلغ اكون ممتن جدا. كتعبير منك على شكرك على آآ 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 اللي انا بقدمه لك. ويكون دعم لي عشان استمر في تقديم المزيد. استنوني بعد الانترو. ورجعت لكم مرة تانية. يلا بينا نبدأ بسم الله. اول سؤال عندي بيقول. اي وز نقط باي نيلسون مندلة. از هي وز اجريت من. اه. بريسكرايب معناها يصف دواء. ديسكرايب معناها يصف. انتريستد صفة معناها مهتم. انسبايرد. طبعا من الفعل انسبارل معناها يلهم. يبقى الجابة بتاعتي هتكون انسبايرد. والجبلة معناها انا اولهمتو او تم الهامي بوسطة نيلسون مندلة. از هنا معناها لانه لانه كان رجل العظيم. رقم تسعة وستين. بيينج نقط اكتور اف نيسسيتي مينز بوركينج نايتز اند صندايز. معناها محترف. معناها متناسب مع. ودي صفة. كروشل. صفة معناها حاسم او مهم جدا. معناها نقدي او انتقادي. وقت بتيجي بمعنى اه حرج او عصيب او خطير او حاسم. كل دي من معاني كلمة في كلمة برضو اسمها كريتك. هي متاخدة من كلمة اسمها كريتك. كريتك دي او اكريتك. اكريتك معانها ناقد. الشخص الذي ينتقد اسمه كريتك. والفعل منها طبعا اسمه كريتي سايز. ودي معناها ينتقد. اه الاجابة بتاعتها تكون والجملة معناها انك تكون ممثل محترف بالضرورة يعني او يعني بالضرورة. معناها بالضرورة. يعني بالضرورة انك ممكن تشتغل بالليل. وصنديس طبعا اللي هو بيكون يوم الحد هو يوم الاجازة طبعا في الدول الاجنبية. طبعا عندنا الاجازة مفروض انها بتكون يوم الجمعة اساسي. ويوم السبت كمان معاه في بعض المصالح الحكومية. اه لكن في دول الاجنبية بيكون صنديس هو يوم الحد بيكون هو يوم الاجازة. فالجملة معناها انك لانك ممثل محترف يعني بالضرورة انك ممكن تشتغل بالليل وايام الاجهزات كمان كلمة of necessity قلنا معناها بالضرورة في تعبير مشابه لها اسمه necessarily necessarily دي معناها بالضرورة او في كل الحالات او دائما دي برضو من معنيها والفعل منها اسمه necessitate necessitate معناها يستوجب او يستلزم وطبعا الصفة منها necessary اللي معناها ضروري وانا لو عايز احط كلمة necessary في جملة ممكن اقول مثلا buying the most expensive dress doesn't necessarily mean you are getting you are getting the best quality quality الجملة دي معناها ايه معناها شراء اغلى فستان لا يعني بالضرورة حصولك على افضل جودة لا يعني بالضرورة حصولك على افضل جودة ممكن يكون غالي لانه بس براند مشهور او كده المسألة اللي بعدها رقم سبعين what made him not as a photographer was his skill in capturing the moment عندي dimensional معناها ثلاثي الابعاد بتغضم كلمة dimension اللي معناها بعد dimensional دي صفة معناها ثلاثي الابعاد remarkable صفة معناها رائع او جدير بالاعجاب ordinary معناها عادي ولها نطق تاني ordinary مش ordinary ordinary او ordinary لها نطقين طبعا دي معناها عادي وعكسها extraordinary العكس بتاعها extra بتحط قبلها كلمة extra وتكتب ordinary extraordinary دي معناها غير عادي او خارق للعادة normal معناها عادي برضو وعكسها abnormal يعني غير عادي اللي ايجابة بتاعتي طبعا هتكون طبعا نقول معناك جملة الاول ما جعله مؤط كمصور هو قدرته او مهرته في التقاط اللحظة طبعا ما جعله remarkable يعني ما جعله جديرا باعجاب الناس او ما الشيء الذي يجعله رائعا كمصور هو قدرته على التقاط اللحظة المسألة اللي بعدها رقم 71 بيقول الجملة معناها يوجد نقص في ايه بالنسبة لقدرة الحكومة على ادارة الاقتصاد طبعا الاجابة هتكون كلمة confidence اللي معناها ثقة في نقص في ثقة قدرة الحكومة على ادارة الاقتصاد طبعا confidence معناها ثقة والصفة منها confident confident اللي معناها واسق coincidence معناها مصادفة preference معناها تفضيل تفضيل شيء على شيء preference attendance اللي معناها الحضور حضور طلبة او حضور ناسي يعني وقت بتجي بمعنى عدد الحاضرين يعني مثلا اضرب لكم مسألة بجملة عشان تفهموا لو قلت attendance attendance at lectures is not compulsory الجملة دي معناها ايه معناها الحضور في المحاضرات ليس اجباريا الحضور في المحاضرات ليس اجباريا طب لو انا عاوز اقول ان معناها لو هي جاي في جملة بمعنى عدد الحاضرين ممكن اقول مثلا مثلا there was a large attendance at the meeting بالشكل ده there was a large attendance at the meeting يعني لو قلت كان يوجد كثير من الناس الحاضرين المسألة بعدها رقم 72 my friend is not he never breaks a promise بيقول صديقي ايه هو عمره ما بيخلف وعد ما حد يا ترى هو trustee trustee معناها وصي او قيم يعني ايه وصي يعني مثلا لو فيه طفل ابوه بيموت فبيكون هو الوصي عليه اللي بيتولى ادارة شؤونه المالية ورعايته وكده بيبقى اسمه الوصي اللي هو trustee طبعا متاخده من الفعل trust اللي معناها يثق honest معناها امين creative معناها طبعا ابداعي او مبدع bad tempered معناها سيء الطبع او سريع الغضب الاجابة طبعا هتكون كلمة honest وقلنا صديقي امين عمره ما بيخلف وعد ما حد المسألة اللي بعدها رقم 73 it is irresponsible to drive carelessly in towns and cities اللي بيقول ليس تصرفا غير مسؤول تصرف غير مسؤول انك تقود بإهمال في المدن المدن الصغيرة والمدن الكبيرة طبعا هنختار كلمة especially وبخاصة تصرف غير مسؤول ان تقود بإهمال وبخاصة في المدن طبعا private صفة معناها خاص particular صفة معناها محدد own فعلي معناه يملك ووقات بتيجي بمعنى خاص برضو لو قلت my own car يعني عربيتي الخاصة بي وهي فعلي بمعنى يملك المسألة اللي بعدها رقم 74 reports showed the vast نقط of crime committed by children was carried out by truant الجملة معناها بتقول التقارير تظهر وتبين ان ايه من الجريمة ترتكب بوسطة الاطفال اللي هما ايه اللي هما كانوا متغيبين truant صفة معناها ده اسم معناها طالب متغيب مش صفة معناها طالب متغيب يعني طالب غايب من المدرسة دي معنى كلمة truant وفيه تعبير idiom اسمه play truant معناها يتغيب الطالب بدون اذن يتغيب الطالب بدون اذن الطالب يغيب من المدرسة بدون اذن وطبعا النوان منها كلمة اسمها truancy truancy ممكن نحطها في جملة نقول truancy is on the increase truancy is on the increase in some schools يعني ايه الجملة دي معناها ان الغياب نسبة الغياب في فيه زيادة او فيه زيادة في بعض المدارس المهم نرجع بقى الجملة بتاعتنا الجملة بتاعتنا هتكون كلمة majority والجملة معناها التقارير تظهر ان الاغلبية العظمى من الجريمة او اغلب الجرائم يعني بيتم ارتكابها بواسطة الاطفال الذين يتغيبون عن المدارس motion معناها حركة واوقات بتجيب بمعنى اقتراح رسمي اقتراح رسمي من مؤسسة رسمية vulgarity معناها السوقية والبزاءة والفزازة والصفة منها vulgar vulgar معناها سوقي او بزيء او فز minor صفة معناها ضئيل او ضعيف او ثانوي طبعا عكسها كلمة major اللي معناها اساسي والكلمة minor دي اوقات بتيجي اسم بمعنى القاصر اللي هو الطفل القاصر لم يبلغ 18 سنة يعني دي برضو من معنى كلمة minor المسألة بعدها رقم 75 طبعا الجملة معناها بيقول حرية ارتداء البنطيل اصبحت ايه على تحرر المرأة طبعا اصبحت symbol بمعنى رمز حرية ارتداء البنطيل اصبحت رمز وعلامة على تحرر النساء state معناها حالة واقعاد بيتيجي بمعنى دولة وفيه حاجة اسمها the states the states اللي هي الولايات المتحدة الامريكية status معناها الوضع القانوني او الحالة العائلية زي كلمة marital status marital status معناها الحالة العائلية يعني الحالة العائلية بالنسبة لك متزوج ولا اعزب ولا مطلق يبقى هي معناها الوضع القانوني او الحالة العائلية واقعاد بيتيجي بمعنى مكانة او مقام شخص يعني statue ونقلها كده statue معناها تمثال رقم 76 الجملة معناها هو فكر في كل ايه المتاح علشان يحل المشكلة بتاعته طبعا هو فكر في كل alternatives البدائل المتاحة لكي يحل المشكلة بتاعته alert معناها صفة يعني لو شلنا منها الاس كده تبقى alert او alert عشان نقطعها صح اقطعها غلط في اول مرة alert معناها منتبه او يقز واوقات بتيجي بمعنى انذار ولو جد فعل بتيجي بمعنى ينبه او ينزر alert طبعا معناها المنبه اللي هو الناس بتستخدمه عشان يرني صحيهم في معاد معين oral صفة معناها شفوي او فمي من الفم يعني له علاقة بالفم ولو جد اسم بيكون معناها امتحان شفوي orals يعني هنا كده ممكن اقول امتحانات شفوية المسألة بعدها رقم 77 the museum has special facilities for not people الاجابة طبعا هتكون كلمة disabled لان واضح المسألة بيقول المتحف به مرافق وتسهيلات من اجل ان اشخاص المعاقين يعني مثلا ممكن يكون فيه منحضر كده ان الناس تطلع بالكلاسة المتحركة وحاجات زي كده يعني enrolled معناها يسجل في دورة او في جامعة enabled تاخد حرف الجر on enabled معناها يمكن من doubled صفة معناها مضاعف المسألة المسألة اللي بعدها رقم 78 بيقول الامتحانات مصممة لكي نقيم اداء الطلاب و وقدراتهم طبعا ما تنفعش diabetes اللي معناها مرض السكر ولا froids froids معناها غش او احتيال او نصب ولو جد معنا تاني ممكن يكون معناها غشاش يعني لو قلنا مثلا كلمة froids دي جامع نقول معناها غشاشين او محتالين لو شلنا منها الاس كده تبقى غشاش واحد minority معناها الاقليات الاقليات عكس كلمة majority اللي احنا كدنا لسه كانت بينها من شوية عكسها majority ودي معناها الاغلبية او الاكثرية وصفة منها major اللي عكسها الصفة minor اللي احنا كنا لسه متكلمين عنها من شوية المسألة اللي بعدها رقم 79 بيقول هم وجدوا ان موقف الشركة محير و صفة معناها متصلب الرأي او عنيد او غير مبرر او ليس له تفسير بقية الاختيارات portable معناها نقال او قابل للحمل والنقل قابل للنقل بالليفابول يمكن تصديقه وعكسها ان بالليفابول لا يمكن تصديقه لوجيكال صفة معناها منطقي المسألة اللي بعدها رقم 80 بيقول الجملة معناها استعلام او تحريات خلنا نقول معناها تحريات او تحقيق او بحث كل دي من معناها فنقول هنا معناها حسب جملة التحريات وجدت انهم كانوا تعرضوا معناها معرض لي او تعرض لي تعرضوا لإيه معاملة تعرضوا لمعاملة unfair تعرضوا لمعاملة غير عادلة تم معاملتهم بطريقة سيئة طبعا صفة معناها موضوعي وعكسها معناها ذاتي او قد بتجي بمعنى فقط طبعا صفة معناها عادل صفة معناها عادل وانناول منها justice عادل على كده justice معناها العدل وعكسها injustice الظلم معناها شامل المسألة بعدها رقم 81 كاراتي is a Japanese sport in which you must defeat a person using hits kicks or no ات بقول رياضة الكاراتي هي رياضة يابانية التي فيها يجب أن تهزم الشخص باستخدام ضربات باليد kicks ركلات بالأرجل or بتهزم الشخص باستخدام الضرب بالإيد أو بالرجل أو بإيه أو حاجة اسمها throws اللي هو الرمي إنك تشيل وترميته وققعه على الأرض بقيت الكلمات كلمة spring لها معنى كتير جدا يا جماعة spring بتيجي بمعنى ينبوع ماء يعني بير ما يعني ينبوع ماء أو الزنبروك اللي هو بيكون في الألعاب اللي بتلفد عشان العربية تمشي ووقات بتيجي بمعنى قفزة وفيه فعل اسمه from spring from دي معنى هينشأ من أو ينتج عن بيسوي الفعل اللي اسمه result from result from اللي هو ينتج عن أو ينشأ من كلمة draw دي برضو لها معنى كتير جدا جدا أشهر معنى لها دي هو معنى يرسم بس هواوقات بتيجي بمعنى يسحب وهواوقات بتيجي بمعنى يستنتج ولو جات اسم بيكون معنى تعادل أو سحب وراء القرعة لو جات اسم بيكون معنى سحب وراء القرعة أو بيتيجي بمعنى تعادل بين فرقتين كلمة thoughts طبعا كلنا عارفين معنى أفكار من الفعل think رقم 82 بيقول my brother graduated last year as I'm at الجملة معنى أخي تخرج العام الماضي كصيدلي as a pharmacist pharmacist معنى صيدلي و pharmacy معنى الصيدلة الصفة اسمها pharmaceutical pharmaceutical معنى صيدلاني أو له علاقة بإنتاج الأدوية chemistry طبعا معنى الكيمياء المسألة بعدها رقم 83 Alzheimer is a disease that prevents the brain from بيقول مرض الزهايمر بناك فينا وفكم شر الأمراض بيقول هو مرض بيمنع المخ من أنه functioning normally معناها أن يعمل وظيفيا بشكل طبيعي بيمنع المخ أن يعمل وظيفيا بشكل طبيعي بقيت الكلمات كلمة enjoying films يطرى بتمنع المخ أنه يستمتع بالأفلام مش منطقة يطرى wondering in nature التجول wondering فعلي معناها يتجول يتجول في الطبيعة ولا speaking clearly يتحدث بوضوح طبعا بيمنع المخ أنه يعمل وظيفيا بشكل طبيعي بيات الإجابات دي كلها مش نفع رقم 84 بيقول small supermarkets have to cut prices to not with big ones طبعا الجملة معناها بيقول السوبر ماركات أو المحلات الصغيرة يعني كان يجب أو اضطرت أن هي تقطل معناها يخفض أو يقلل من أنهما يخفضوا الأسعار لكي لكي ايه طبعا لكي compare لكي تتنافس مع the big ones السوبر ماركات الكبيرة طبعا ones هنا بتشير إلى السوبر ماركات contain معناها يحتوي يحتوي على confess معناها يعترف والنويل منها كلمة اسمها confusion يحط لها بس اي او ان كده معناها اعتراف معناها يستنتج والنويل منها كلمة اسمها conclusion طبعا اتو عارفين الكلمة دي مشهورة جدا معناها الخاتمة او الاستنتاج رقم 85 بيقول طبعا طالما عندي هنا حرف خريج خريج من جامعة اكسفرد وانا هنا بشور على حرف اي عشان اقول ان ده علامة على ان الكلمة دي اسم وإلى لو ما كانتش ال ا ده موجودة معناها ان هنا هتبقى فعلا المهم هي انا اسم وتاخد حرف الجر اي حرف الجر اف ومعناها خريج المسألة بعدها رقم 86 احمد ركومندي مي تو انرول ان يون اهي اللي قلت معناها يسجل في دورة او في جامعة تاخد حرف الجر اون الجملة معناها احمد نصحاني او زكا لي ان التحق بايه الجديد طبعا بالكورس كورس معناها دورة بالكورس الجديد طبعا كورس معناها اشتيمة ولو جد فعل بتجيب معناها يشتم او يلعن كريز معناها جنون او هوس او صرع والصفة منها اسمها كريزي دي مشهولة طبعا معناها مجنون وكير فعل معناها يرعى واسم معناها رعاية ولو جد فعل بتاخد حرف الجر بتسوي لك افطر يعني يعتني بي كير بتسوي لك افطر في المعنى اه اصول يعني رقم 87 هي حاولت معناها بلا جدوى او بلا فائدة حاولت من غير فائدة ان هي تهم معناها الظلم بتاع الافعال بتاعته طبعا point out الجملة معناها هي حاولت بلا جدوى and point out معناها يلفت انتباهه او يوضح او يلفت انتباهه للظلم الموجود في الافعال اللي هو عملها المسألة اللي بعدها رقم مية اصري رقم 88 بيقول الجملة معناها بيقول رغبتي في منزل مرغوب به سوف ايه true في المستقبل القريب طبعا will come true يعني سوف تتحقق come true معناها تتحقق رغبتي في منزل مرغوب به سوف تتحقق في المستقبل القريب رقم 89 الجملة بتقول ايه هو مفتوح لكل او لكل من ال هو معناها هاوي او هاون وجمعها هو معناها المحترفين طبعا اللي جابها هتكون اللي معناها البطولة او الدوري او المسابقة طبعا مفتوحة لمشاركة كل من الهواه والمحترفين compete معناها ينافس competitive صفة معناها تنافسي competitor طبعا ده ناون معناها متنافس المسألة اللي بعدها رقم 90 بيقول الممثل تم تصويره ايه يدخن سجارة طبعا in profile يعني ايه سم تصويره in profile يعني اتصور من الجنب بشكل جانبي دي معنى كلمة in profile pirate معناها قرصان او يقرصن شيء proverb معناها مثل سائر يعني ايه مثل سائر يعني لو قلت مثل اما انجد واجد وانزرها حصل ده مثل سائر يعني مثل مشهور ده اسمه proverb يطيل عمره او يطيل عمره عمره او يعني ايه يعني مثل لو قلت جملة زي كده المعاملة الحزرة والحريصة سوف تطيل عمر الموبايل بتاعك كلما تعامل معاه بحرص وحزر هي طول عمره معاك ويعيش فترة طويلة والشاشة ما تتكسرش والحاجات زي كده يعني المسألة بعدها رقم 91 what's the نقط for converting pounds into kilos طبعا الجملة معناها بيقول ما هي ايه لتحويل الباوند باوند زينا مش معناها جنيه باوند معناها وحدة قياس اللي هي الرطل في وحدة قياس كانت موجودة زمان اسمها الرطل ما هي المعادلة لتحويل الرطل الى الكيلو طبعا الرطل ده كان واحدة قياس مستخدمة زمان كان الناس تقول اننا عاوز رطل قوطة رطل لحمة دلوقتي عدنا من قلنا عاوزين كيلو لحمة كيلو طماطم كده طبعا اللي جبه هتكون كلمة فرميولا اللي هي معناها معادلة ما هي المعادلة الصحيحة لتحويل الرطل الى الكيلو فير صفة معناها عادل فورم معناها منتدى عام للمناظرات هي معناها منتدى وفير صفة معناها ثابت ونويل معناها شركة المسألة بعدها رقم 92 الجملة معناها انا متأكد ان فريقنا القوي سوف يكون قادر على الفريق المنافس طبعا على معناها يهزم فريقنا هيكون قادر على ان يهزم الفريق المنافس معناها يخسر وتغط حرف الجر معناها يكسب شيء معنوي زي معناها وين معناها يفوز بمسابقة او بجائزة رقم 93 I find you're not towards the case really terrifying الجملة معناها انا وجدت ايه نحو القضية او نحو المسألة او نحو الموضوع مفزع او مرعب حقا او مرعب جدا طبعا الجملة هتكون كلمة attitude والجملة معناها في واحد من الطلبة قال يا مستر من فضلك قول ترجمة الجملة الاول وبعدين اختار الاجابة وده ملغ بطني جدا جدا مش عارف اشتغل المهم نرجع لموضوعنا تاني انا وجدت موقفك تجاه الموضوع او تجاه المسألة مفزع مفزع ومرعب حقا بقية الكلمات altitude معناها ارتفاع فوق سطح البحر او ارتفاع فوق مستوى سطح البحر كلمة altitude gratitude معناها الامتنان والعرفان بالجميل الامتنان يعني الامتنان يعني ما واحد يعمل فيك معروف بتكون انت بتقوله انا ممتن جدا يعني انا شاكر جدا لك ده معنا كلمة gratitude appetite معناها الشهية الشهية للطعام يعني انه لاحظ تكون نفسه مفتوح وقلنا تريفانج صفة معناها مفزع او مرعب المسألة بعدها ركب 94 it's magnificent proportions make this place not among the buildings of the world اللي جابة طبعا هتكون كلمة unique اللي هي صفة معناها فريد من نوعه والجملة معناها التناسب الرائع جعل القصر فريد من نوعه بين مباني العالم التناسب بالنسبة والتناسب اللي موجود في ابعاد القصر shrink دي فعل معناها ينكمش او يتقلص حجمه delegate فعل معناها يفوض او ينتدب ينتدب شخص في مهمة يعني يمثل دولة او يمثل بلد او يمثل منظمة او يمثل شركة ولو جات اسم وحطوطة قبلها اه ممثل يعني حد بيمثل او منذوب منذوب عن شركة او زي ما احنا قلنا كده bonnet معناها غطاء محرك السيارة غطاء محرك السيارة اللي احنا بنقول عليه في مصر الكبود وهوقات بتيجي بمعنى نوع من انواع القبعات اللي هي الطائية اللي بتتلبس القبعة اللي بتلبس طائية بيكون بنزل منها الشركة كده تحت دقن الواحد عشان ما تقع شي لو هو جي يعني بالحاجة ما يطير ه البدو بتقال عليها bonnet المسألة بعدها رقم 95 الاجابة هتكون كلمة after والجملة معناها هو سم ابنه المولود حديثا على اسم ابوه المسألة بعدها رقم 96 الاجابة هتكون كلمة podcast وpodcast معناها بس ازاعي على النت او على الراديو بس ازاعي صوتي على الراديو او على النت والجملة معناها انا قمت بتحميل البس الازاعي الصوتي من الراديو شوز هنا معناها العروض العروض الازاعية على الراديو وكنت بستمع لهم في السيارة قلعة كلمة cast لها اكتر من معنى الوقت بتيجي بمعنى الممثلين اللي بيمثلوا فيلم او مصرحية بتقال عنهم ممثل لدور يختار ممثل لدور يعني بتقال عليه الشخص اللي بيختار الممثلين بيسمه ريجيسير وفي حاجة مشهورة جدا تعبير مشهور اسمه cast light on cast light on cast light on بتسوي بفعل اسمه highlight مشهور اللي هو معناها يصلت الضوء على شيء يصلت الضوء على شيء cast light on بتسوي highlight preferences طبعا دي معناها تفضيلات رقم 97 بيقول show that far more people are able to ride a bicycle than can drive a car بيقول لي ايه بيبين او يوضح انه كثير جدا من الناس قادرون على ان يركبوا دراجات اكثر من قدراتهم على قيادة السيار طبعا اللي جاب هتكون كلمة states اللي هي الحالات جمع كلمة state اللي احنا كنا لسه قلن معناها مشوية ولا statistics الاحصائيات التماثيل ولا statuses اللي احنا قلنا معناها الحالة العائلية او الوضع القانوني وهو الوقت بيتيجي بمعنى مكانة او مقام طبعا الجاب هتكون كلمة statistics الاحصائيات تبين ان كثير جدا من الناس قادرون على ركوب الدراجات اكثر من قدراتهم على قيادة السيارات المسألة اللي بعدها رقم 98 تونيزيا او تونيجا لها نطقين فاحنا نقول تونيجا اتشيف اندبندنس فرم فرنش نؤط رول ان 1956 الاجابة طبعا هتكون كلمة والجملة معناها تونس حققت استقلالها حققت الاستقلال عن كولونيال رول الحكم الاحتلالي الفرنسي كولونيال صفة معناها استعماري او احتلال تكنيكل معناها تقني صفة معناها تقني مانيول صفة معناها يدوي ديجيتال صفة معناها رقمي المسألة اللي بعدها رقم 99 مؤط 3.6 مليون الاجابة طبعا هتكون كلمة اللي معناها طبعا الارقام بيقول لي وفقا للارقام الحكومية 3.6 مليون طفل يعيشون في فقر جمع كلمة اللي هي معناها زيناد الزيناد بتاع البندقية او المسدس ولو جات فعل كلمة دي لو جات فعل بيكون معناها يثير او يطلق سويندلرز معناها هي كده جمع لو شلنا منها الاس يبقى معناها محتال او نصاب تيرورز طبعا هي لو شلنا منها الاس ده هيبقى معناها رعب او فزع او ارهاب وممكن تيجي لو حطنا لها ا اتيرور معناها شخص مفزع او شيء مفزع طيب دي غير كلمة تيرورست اللي هي معناها ارهابي في كلمتين اسمها تيرورست دي برضو معناها ارهابي والفعل منها اسمه تيرورايز تيرورايز بالاس او بالزد اللي تنصح دي معناها يرهب ويبث الرعب في قلوب الناس طيب المسألة اللي بعدها رقم مية بيقول لي smile and chat to your baby make eye not and hold hands الاجابة طبعا هتكون كلمة contact والجملة معناها ابتسم ودردش مع طفلك الصغير او طفلك الرضيع و make eye contact يعني كن على تواصل اعمل تواصل بالعين معه تواصل بالعين eye contact and hold hands وامسك ايده كتير كلمة معناها التناقض cataract دي معناها الماء الازرق في العين طبعا ده مرض ربنا يعفينا ويعفيكم الماء الازرق في العين اسم مكتاراكت contract اسم معناها عقد او اتفاقية ده لو جات اسم ولو جات فعلي بيكون معناها يعقد اتفاقية او يتعاقد المسألة اللي بعدها رقم مية واحد بيقول الاجابة طبعا هتكون كلمة gender gender bias اللي هو التحيز حسب النوع التحيز حسب نوع الجنس يعني الجملة معناها علماء النفس المتخصصون في المرأة ينتقدون كريتيسايز ينتقدون التحيز الجنسي في الاسلوب النفسي التقليدي الكلمة tutorial دي معناها درس خصوصي وهي متخدم كلمة اسمها tutor tutor معناها معلم او مدرس خصوصي tutor ودي tutorial mental صفو معناها عقلي verbal صفو معناها شفهي او لفظي او لغوي رقم 102 the recent note of weather deviates from the norm for this time of year اللي اجابة طبعا هتكون كلمة pattern والجملة معناها النمط الحديث للطقس ينحرف ويحيد عن دفيت معناها ينحرف عن او يحيد عن او يختلف عن هنا في السياق اللي هي موجودة فيه بيختلف عن الطبيعي او الوضع الطبيعي بتاع هذا الوقت من العام طبعا طبعا كلمة battle معناها معركة platter معناها طبق كبير بنغرف منه وإحنا بنأكل في أطباق أصغر منه طبق كبير بناخد منه الأكل ونحط منه في أطباق أصغر منه للناس بتاكل plate دي معناها طبق طبق مسطح المسألة اللي بعدها رقم 103 الإجابة طبعا هتكون كلمة typical والجملة معناها هم يخططون أن يعيدوا خلق أو أن يعيدوا إنشاء قرية إنجليزية نموذجية في اليابان typing دي معناها الطباعة على الألة الكتبة أو الطباعة على الكيبورد على الكمبيوتر typist اللي هو الشخص اللي بيكتب على ألة كتبة أو بيكتب على الكيبورد على الكمبيوتر tactic دي معناها بتجي مشي بمعنى التخطيط الحربي التخطيط الحربي ولها معنى تاني لو جات اسم برضو بيكون معناها طريقة لتحقيق هدف والصفة منها tactical tactical ودي صفة معناها تخطيطي المسألة اللي بعدها رقم 104 بيقول الإجابة هتكون كلمة posed اللي هو معناها يتوقف مؤقتا والجملة معناها اللاعبون توقفوا قليلا أو توقفوا مؤقتا rub down معناها يدلك أو أنا أسف في المعنى البلدي يدعك زي ما تقول واحد ادعك لي ظهري هنا لو أنتو أي حد متابع ماتشات زي ماتشات اللي هي البوكسنج أو الملاكمة بيبقى فيه بين كل دورة ودورة كده وكل جولة وجولة بتلاقي اللاعب كده ييجي في جنب وييجي واحد يفضل يدعك له ظهروا من وراء ورقبته فهو بيقول اللاعبون توقفوا لكي يدلكوا بين الجولات كلمة pleased دي صفة معناها سعيد أو راض pissed بتسوي كلمة drunk drunk يعني سكران وفيه تعبير أمريكي اسمه pissed off نفس الكلمة ده هي اللي هي كلمة pissed بس بنحط معها حرف جر off دي معناها منزعج أو غير سعيد منزعج متدايق يعني كلمة sourced يعني عليه صلصة عليه الصلصة اللي بعدها رقم 105 putting up green plants in the house will not the air inside الإجابة طبعا هتكلم بكلمة purify والجملة معناها أن نقل نبتة إلى الصيص اللي هي كلمة putting متاخذة من كلمة pot اللي هي معناها الصيص أو أجرة اللي هي البتاعة دي اللي بيحطوا فيها الزرع لو في ناس عندوكوا في البيت حد يعمل زرع في البيت البتاعة اللي بحطوا فيها اسمها pot وأوقات بتيجي طبعا كلمة pot أوقات بتيجي بمعنى حلة بس هنا طبعا معناها الحاجة اللي بتحط فيها الزرع إنك تنقل نبتة إلى هذا الإناء في المنزل سوف purify سوف ينقي the air الهواء inside بالداخل وطبعا purify معناها ينقي متاخدة من الصفة اللي اسمها pure اللي هي معناها نقي كلمة signify معناها يدل على أو يعبر عن أو يعني كلمة classify معناها يصنف كلمة satisfy معناها يرضي والصفة منها satisfied اللي هي معناها راضي رقم 106 he is always busy نقطة about what might happen next الإجابة طبعا speculating والجملة معناها هو دايما مشغول speculating معناها يخمن أو يحذر اللي هي يحذر بالزاي مش بالزال يعني مش بيقول تحذير لحد يحذر اللي هو زي ما قلنا مثلا حذر فذر يعني يتكهن يتنبأ حاجة زي كده يعني هو دايما مشغول بيحذر أو بيتكهن ما الذي يمكن أن يحدث بعد ذلك selecting طبعا معناها يختار picking يلتقط mocking معناها يضحك على أو يصخر من يصخر من وفي صفة اسمها مق يعني من غير الاني جي الصفة اللي اسمها موك دي adjective يعني صفة معناها غير حقيقي أو مقلد يعني غير أصلي رقم 107 بيقول زريتش زريتش سند زريتش زريتش يعني الأغنياء يرسلون أبناءهم إلى المدارس الخاصة والطبقات المتوسطة ينتقلون إلى الضواحي صبر اللي هي الضواحي اللي هي أطراف المدينة اللي هي بتكون على حدود المدينة من من برا كده يعني swing فعل معناها يتأرجح واسم معناها أرجوحة اللي هي المرجحة يعني scrapes دي معناها فعل معناها يفرق أو يقشط أو يحك ولو جدت اسم بيكون معناها كشط أو خدش simence طبعا اللي هو الأسمنت الأسمنت اللي الناس بتستخدمه في المباني ولو جد فعل بيكون معناها يعزز أو يغطي شيء بالأسمنت يغطي بالأسمنت رقم 108 نقط طبعا اللي جابة هتكون كلمة والجملة معناها هي لاعبة قوة دولية يعني عالية قوي عالية في المستوى وبطلة أولمبية ده نوع من أنواع القرود اسمه القرود الشمبانزي اللي هي الحرباء حرباية يعني اللي هي الشامبانيا اللي هو طبعا نوع الخمور رقم 109 اللي جابة هتكون كلمة ديبارتمنت والجملة معناها أخي يعمل لي أو يعمل في اللي صالح يعني قسم الماليات ديبارتمنت اللي هو قسم الماليات في شركة كبيرة ديبارتمنت ديبارتمنت كلمة معناها معدات كلمة البيئة كلمة الحكومة المسألة بعدها رقم 110 البيئة المسألة 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 على الغدا الذي أقيم تكريما لها تكريما لها في الجامعة يبقى معناها تكريما لها أو على شرفها يعني رقم رقم أرض الكلمات اللي بقية كلمة تيرر معناها رعب أو إرهاب أورر معناها رعب زي كلمة أفلام رعب حرف الاتش ما بتنطقش دونر معناها متبرع رقم مية وداشر طبعا عندي في الكلمات اللي موجودة عندي هنا في كتاب في الكلمات في كلمة اسمها ويند تانيلز اللي هي انفاق الرياح ايه انفاق الرياح دي انفاق ممر كبير مغلق يقوم المهندسون اللي هم علاقة بالطيران باختبار الطيارات فيه عن طريق توجيه طيار هوا كبير بيجي كده على الطيارات عشان يشوف الطيارة هتبقى عاملة ازاي في الجو كاختبار اولي للطائرة قبل ما تطلع فين في الجو المهم الجملة تقريبا معناها بيقول التصميمات كلمة بتمشي بمعنى ينتج او انتاج يبقى هنا معناها انتاج تصميم وانتاج محركات التوربينات بيتم اختبار الخلايا وانفاق الرياح طبعا كلمة معناها قمع الامع ده اللي انتو عارفينه اللي هو بيكون في معامل العلوم ولها معنى تاني طبعا بيجي بمعنى مدخنة السفينة كلمة تونز جمع كلمة تون اللي هي معناها نغمة او نبرة كلمة فيونيرل دي معناها جنازة رقم 112 طبعا الإجابة تكون كلمة specializes والجملة معناها ان الشركة متخصصة او بتتخصص في انظمة الكمبيوتر المخصصة كلمة arrange معناها يرتب organize ينظم sterilize دي معناها يعاقم المسألة بعدها رقم 113 it is generally accepted that people are not by success اللي جابت طبعا كلمة motivated اللي هي معناها يحمس او يشد اهتمام والجملة معناها انه من المقبول بشكل عام ان الناس يتم تحمسها او الناس بتتحمس ويشد اهتمامها بواسطة ايه النجاح fabricate معناها يفبرك او يألف او يختلق او يبتكر held down متخدأ من الفعل hold down وhold down a job معناها ينجح في الاحتفاظ بوظيفة لفترة من الوقت يعني مثلا مش من عوايد ان هو بيعمر في شغلانا فلما يقدر ان هو يشتغل في شغلانا فترة طويلة بنقدر نقول he held down the job يعني قدر ان هو ينجح في الاحتفاظ بالوظيفة دي لفترة من الوقت كلمة tortured معناها من الفعل torture اللي هي معناها يعذب رقب 114 الاجابة طبعا كلمة back والجملة معناها ان الوضع الاقتصادي الضعيف طبعا poor's here معناها الضعيف مش معناها الفقير الوضع الاقتصادي للضعيف has held back المصدر بتاعها hold وhold back معناها يؤخر او يعيق يعيق الوضع الاقتصادي الضعيف بيعيق الاستثمار في التكنولوجيا الحديثة طبعا hold out دي معناها يدوم او يصمد لو حطنا معها ايه لو حطنا معها فعله hold المسألة بعدها رقم 115 بيقول traditional social note condone discrimination against disabled people الجملة معناها بيقول الاجتماعية التقليدية condone معناها يقبل ويؤيد يقبل ويؤيد discrimination اللي هو التمييز او التفرقة ضد المعاقين طبعا الاجابة هتكون كلمة norms زي ما احنا قلنا الاعراف الاجتماعية التقليدية كلمة norm لوحدها معناها القاعدة او السلوك المعتاد او الشيء الطبيعي اللي هي الاعراف يعني الشيء الذي يتعرف عليه الناس داخل المجتمع ما كلمة nerd دمع كلمة nerd ونيرد معناها شخص مغرم بهوايات مملة واحد هواياته مملة nerves دي هي الكلمة liter c دي معناها الاعصاب coward دي معناها جوبانا جمع كلمة coward من غير الاس كده معناها جبان والصفة منها cowardly برضو معناها جبان بس cowardly دي صفة المسألة اللي بعدها رقم 116 بيقول he was happy that he was not a scholarship طبعا الاجابة هتكون كلمة awarded والجملة معناها هو كان سعيد لانه طبعا مبني المجهول was awarded منحة scholarship اللي هي ايه منحة دراسية طبعا one مش هتنفع فهذا got received معناها يستلم هقول هو استلمة طبعا مش هتنفع مش هقول he was received هو استلمة ولا he was got حصلة ولا he was one اللي هو هتبنيها ازاي بالمجهول هتقول فوق تم الفوز به مش هتنفع نعم هنا هنقول منحة عادي رقم 117 when someone defies stereotypes we say that they نقط يبقى الاجابة هتكون كلمة broke them down والجملة معناها حينما عندما شخص ما يتحدى الصورة النمطية نحن نقول انه break them down بيحطمها break them down يعني يحطمها supported them بيؤيدها مش هتنفع fixed them يصلحها مش هينفع conformed to them طبعا برضو مش هتنفع لان دي عكس المعنى اللي مفروض يكون موجود في الاجابة الفعل اسم conforme ده ده معناه يتوافق مع او يطابق او يراعي او يجاري والصفة الاسم منها كلب اسمها conformist conformist دي معناها الشخص الذي يراعي متطلبات المجتمع وان نون منها كلب اسمها conformity conformity دي معناها مراعاة القواعد والاعراف مراعاة القواعد والاعراف اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة